هل تعلم أنه عند وضع كوبين من حبوب الرمان في الخلاط مع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور وملعقة من العسل وإضافة كوب من الماء ثم خلط المكونات على سرعة متوسطة لمدة دقيقة وتصفيتها وتقديم العصير باردا ستحصل على مشروب لذيذ يقوي مناعتك يحسن هضمك يقوي ذاكرتك يدعم صحة مفاصلك ويخفف آلامها يساعدك في فقدان الوزن ويعزز حرق الدهون فهل تعلمون كيف تتناولون الرمان بالطريقة الصحيحة للحصول على فوائده الصحية العظيمة وما هو أفضل وقت لتناوله وما هي الأخطاء الشائعة التي قد تحرمنا من فوائد هذه الفاكهة السحرية وهل تساءلتم عن كيفية تقشير الرمان بسهولة أو عن تأثيره على خسارة الوزن وصحة القلب والمعدة والقولون ستكتشفون معنا إجابات كل هذه الأسئلة وأكثر الرمان وما أدراك ما فوائد الرمان هذه الفاكهة الربانية عظمها الله بذكرها في القرآن الكريم وجعلها من ثمار الجنة حيث قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان فماذا سيحدث في جسمك عندما تتناول الرمان يوميا ولمدة شهر الرمان يعزز صحة القلب والأوعية الدموية فهو يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع ويقلل مستويات الكوليسترول الضار ويرجع ذلك إلى قدرته على توسيع الأوعية الدموية ومنع تراكم الدهون في الشرايين مما يساعد في منع تصلبها ويحسن صحة القلب ويمنع تجمع الصفائح الدموية وأيضا يعتبر الرمان من أفضل الفواكه التي تحسن صحة الجهاز الهضمي فهو يعالج الإمساك ويخفف آلام القولون وذلك بسبب غناه بالألياف التي تسهل حركة الأمعاء بالإضافة إلى ذلك يحتوي الرمان على مضادات الالتهابات التي تهدئ التهيجات وتحفز إفراز الإنزيمات الهضمية مما يساعد في تحسين عملية الهضم أما بالنسبة للمناعة فالرمان يعتبر صديقا جيدا لمناعة الجسم فهو غني بمضادات الأكسدة ويزيد من إنتاج الخلايا البيضاء ويحارب الالتهابات ويقلل خطر الإصابة بالبرد والإنفلونزا وبذلك يعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض ويقوّل جهاز المناعي ومن أبرز فوائد الرمان للمرأة أنه يحسن صحة البشرة والشعر فالرمان يؤخر ظهور علامات الشيخوخة ويعزز مرونة ورطوبة الجلد لأنه يغذي البشرة من الداخل كما أنه يقوي الشعر ويحفز نموه وذلك بسبب قدرته على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس مما يمنح الشعر قوة ولمعانا ولا ننسى فوائده المذهلة في دعم الوظائف الإدراكية والدماغية فالرمان يحسن الذاكرة والتركيز لأنه يزيد تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ كما أنه يحافظ على صحة الجهاز العصبي ويقلل من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف بالإضافة إلى ذلك يحسن المزاج ويقلل التوتر عن طريق تحفيز إنتاج هرمونات السعادة ولن ننسى ذكر مرضى السكري من فوائد هذه الثمرة الربانية حيث إن الرمان يحسن استجابة الأنسولين ويدعم صحة البنكرياس فهو يحفز إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي كما يقلل مخاطر مضاعفات السكري إذ يحافظ الرمان على صحة الأوعية الدموية والأعصاب مما يساهم في تقليل آثار السكري على الجسم وكذلك فإن الرمان يخفف أعراض الربو ويحسن وظائف الرئتين حيث يخفف احتقان الأنف والتهابات الحلق ويقلل من ضيق التنفس والرمان يعزز كثافة العظام ويخفف آلام المفاصل ويقي منها شاشة العظام لغناه بالكالسيوم والمغنيسيوم فهو يداعم صحة العظام والمفاصل ويقلل من التهاباتها الرمان يحسن نوعية النوم ويقلل من الأرق بفضل مركباته المهدئة التي تساعد على الاسترخاء وتنظيم دورة النوم كما أنه يدعم صحة الكبد والكلا حيث يزيل السموم من الجسم ويحسن وظائف هذه الأعضاء الحيوية والرمان يدعم صحة الفم والأسنان فهو يمنع تسوس الأسنان ويعزز صحة اللثاه بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا ويحسن صحة العين ويحميها من الأمراض لغناه بمضادات الأكسدة التي تحمي العين من التلف وتحسن الرؤية والرمان يدعم صحة الجهاز اللنفاوي ويحسن تصريف السوائل والسموم مما يقلل من احتباس السوائل في الجسم الرمان يقي من فقر الدم لأنه يزيد مستوى الهيموغلوبين ولغناه بالحديد ويحسن امتصاصه بفضل فيتامين سي يخفف الصداع والصداع النصفي لاحتوائه على الماغنسيوم الذي يساعد في استرخاء الأوعية الدموية وتقليل التوتر العضلي والرمان يدعم صحة الجهاز العصبي ويحسن التواصل العصبي مما يقلل من خطر الأمراض العصبية التنكسية يساعد في فقدان الوزن لأنه يشعرك بالشبع لفترة أطول ويعزز حرق الدهون ويحسن معدل الأيض يخفف أعراض متلازمة ما قبل الحيض من خلال توازن الهرمونات الأنثوية وتقليل التقلصات والانتفاخ يحسن صحة الأذن والسمع فهو يحمي من التهابات الأذن ويعزز التوازن وصحة الأذن الداخلية يقلل من حموضة المعدة ويحسن الهضم مما يخفف من حرقة المعدة والانتفاخ والغازات يدعم صحة الجهاز التنفسي لدى المدخنين بحماية الرئتين من التلف وتخفيف السعال المزمن كيفية تناول الرمان بالطريقة الصحيحة للتمتع بفوائد الرمان الغنية يمكنك تناول حبوب الرمان مباشرة بعد استخراجها أو إضافتها إلى السلطات والأطباق لإضفاء نكهة وقيمة غذائية كما يمكن تحضير عصير طبيعي من الحبوب دون إضافة سكر للحصول على مشروب صحي ومنعش وأفضل وقت لتناول الرمان هو في الصباح الباكر أو بين الوجبات حيث يكون الجسم أكثر قدرة على امتصاص العناصر الغذائية مما يساعد على تعزيز الطاقة وتحسين عملية الهضم والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها إضافة كميات كبيرة من السكر إلى العصير فيزيد ذلك من السعرات الحرارية ويقلل من الفوائد الصحية للرمان تناول القشرة الخارجية القشرة ليست صالحة للأكل وقد تحتوي على مواد غير مرغوب فيها لذا يجب التخلص منها كيفية تقشير الرمان بسهولة قم بقطع القمة والقاع ثم اصنع شقوقا خفيفة في القشرة افتح الثمرة بلطف لفصل الحبوب نأتي الآن إلى ختام مقطعنا وهو جزء تأثير الرمان على خسارة الوزن وصحة القلب والمعدة والقولون بالنسبة لخسارة الوزن الرمان منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف مما يساعد على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة ويفضل تناوله في الصباح الباكر اما بالنسبة لصحة القلب يحتوي الرمان على مضادات الاكسدة القوية مثل البوليفينولات التي تخفض مستويات الكوليستيرول الضار وتحسن صحة الاوعية الدموية مما يقلل من مخاطر امراض القلب ويعزز صحة القلب بشكل عام ينصح بتناول عصير الرمان الطبيعي دون اضافة سكر في فترة الظهر او مع وجبة الغداء واخيرا المعدة والقولون تساهم الالياف الغذائية في الرمان في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الامعاء مما يخفف من مشاكل الامساك والانتفاخ وافضل وقت لتناوله لدعم صحة الجهاز الهضمي هو بعد الوجبات الرئيسية يمكنك تناول الحبوب مباشرة او مزجها مع الزبادي لتسهيل الهضم وتهدئة المعدة اذا وصلتم الى هذه اللحظة فشكرا لكم نرجو منكم عدم مغادرة المقطع قبل ان تصلوا على النبي وادعمونا بالضغط على زر الاعجاب وهذا كان كل ما لدينا اليوم نشكركم مجددا على المشاهدة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة